بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدان احنا خلاص رجعنا من الاجهزات بقى ورجوع من الاجهزات بيجي معاه شوية حاجات اول حاجة بتيجي مع الرجوع من الاجهزات التقل بقى تقل ييه بقى بيحس الناس كتيرة بتقلوا بهم وبغم وان هم هنرجع تاني للشغل بقولهم واحدة واحدة بس الحلقات دي حلقات الجليس ولازم كل حاجة نديه حقه ولازم نسمي الأشياء بأسماء حضرت النبي حذرنا ان احنا نسمي الأشياء بغير أسماء فقال لنا سيئتي زمانا على أمتي يستحلونا الخمر ويسمونها بغير اسمها فتعلمنا ان انت لو سميت الحاجة بغير اسمها ممكن يحصل لك فساد في حياتك لان الحرام يجيب فساد وتسمية الأشياء بغير اسمها يجيب فساد الجليس اللي هو العمل ده الجليس ده يا سيدي نعمة الجليس ده نعمة ولزيك احنا النهاردة عن نتكلم على جليس اسمه نعمة العمل ياه واحنا خلصنا من عبادة العمل لما تيجي تقولي ان العمل نعمة هقولك العمل نعمة ولا مش نعمة تعالوا نتأمل عشان نعرف العمل نعمة ولا لا نتأمل في شوية أحوال كده عند الناس واحد محتاج ومش عارف يجيب فلوس ده في ايه ده ده في غم لكن واحد محتاج واكتهد وجاب فلوس فقال الحمد لله الحمد لله على نعمة ايه على نعمة العمل واحد حاسس انه هو مالوش اي لازمة عند اولاده شايفينه انه هو مالوش دور في حياته لانه ما بيشتغلش شايفينه مش ليه دور في حياته عشان ما بيشتغلش اكتير الناس بيشوفوا ان الشغل خصم من حياتنا وخصم من انسانيتنا شايفينه انا والله من الحيات الغريبة فيه ناس كتير بيشوف ان العمل ده عبارة عن زل ومهانة وبيعتبروا ان الشغل ده بيحسس الانسان العبودية ما ان العمل من اعظم نعم ربنا سبحانه تعالى اللي بتخلي الانسان يشعر بالتكريم لا الله سبحانه تعالى يقول وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون انا اقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشخص اللي اتى لرسول الله اللي انا بنتسمي حديث المنع من التسول لما جير الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأله فرسول الله مردروش مردروش ان هو يتسول ويسأل الناس وفي الاخر خالص حضرت النبي لما خلاه يجيب اللي في بيته وباعه وراح قال له اذهب فاحتطب جي بعد كده حضرت النبي قال له ايه هذا خير لك بعد ما ظهرت عليه النعمة قال له هذا الخير لك من ان تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيام طب اذا كانت التسول نكتة سوداء في والمسألة نكتة سوداء في الوجه يبقى العمل نكتة بيضاء يبقى نعمة ولا مش نعمة فالعمل يا سادة مش مهانة ولا العمل عبء لكن العمل نوره تنور بانوار الله سبحانه وتعالى عشان كده علمونا ان العمل ان العمل جزء من الرجولة لانه جزء من فهم ان الله ينظر اليك فلازم يتحول قلبي من نظري للعمل من انه عبء الى اننا بتعرض بالعمل لانوار نظري الله سبحانه وتعالى وعشان كده اشوف كده لازم اعرف اني لا اعمل للاجر فقط ولكني اعمل للوصل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يبقى انا بشتغل ليه عشان المحبة اني وقبني يا حبني فالعمل يا سادة مش تكدير العمل مش جاي عشان يكدر عليك حياتك لكن العمل جاي للتعمير ان انت تعمر ذاتك وتعمر ما بينك وبين الله وتعمر حياتك وتعمر علاقاتك وتعمر كمان مجتمعك ولذلك اكتر حاجة تحمل انسان من الصدى هو الانسان بيصدي ايوة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة عشان نفهم قال ان القلوب لا تصدق فاجل القلوب بقول لا اله الا الله فقول لا اله عمل ده عمل لسان فعلمنا رسول الله ان الصدى الانساني ما وفيه صدى للقلب وفيه صدى بقى صدى للمهارات والقدرات صدى فالصدى ده يجلب ايه بالعمل الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وصنا الايمان الايمان بتاعهم بالايه بالعمل الصالح ولذلك العمل ده اكتر حاجة تخلي الانسان متنور واكتر مجال الانسان فيه يرع نعمة ربنا هو العمل فترى رزق ربنا وترى ازاي ربنا بيعلمك وازاي بيوسع عليك حياتك وكل ما تستثمر نعمة ربنا بالعمل كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزيدك اشتركوا في القناة